تعتقد شركة ناشئة محلية أن بإمكانها استخلاص المزيد من المنافع من الأجزاء التي يتم تجاهلها من الموز الذي يأكل الأغانديون كمية كبيرة منه باعتبارها عديمة القيمة وتستخدم شركة تاكسفاد ألياف الموز الطبعية لإنتاج مواد صديقة للبيئة مثل السجاد ووصلات الشعر القابلة للتحلل عندما يقطع المزارعون الموز من الأشجار يتركون الجذوع الضخمة المنتفخة لتتحلل وتقوم تاكسفاد باستخراج الألياف من أجزاء من جذوع الأشجار التي يحلقها المزارعون أو يتخلصون منها في العادة وقال كيماني موتوري العضو المنتدب ومؤسس الشركة إن تاكسفاد تقوم بالتجربة الاستفادة بأشكال مختلفة من ألياف الموز مثل إنتاج السجاد ومنتجات إطالة الشعر وأوضح أن خصلات إطالة الشعر التي تصنعها شركته تصبح قابلة للتحلل بشكل كبير بعد الاستخدام وتدفنها النساء في الأرض لتصبح سمادا ويعتقد موتوري أن المادة العضوية الخفيفة يمكن أن تحل محل بعض الألياف الصناعية وتستخدم في صنع منتجات ورقية مثل الأوراق النقدية وقال ألياف الموز هي ألياف المستقبل وتوقع موتوري أن تصنع شركة تاكسفاد 2400 سجادة هذا العام أي أكثر من ضعف الإنتاج في العام الماضي وحققت الشركة التي يعمل بها 23 موظفا مبيعات بنحو 41 ألف دولار العام الماضي وهذه أفضل أرقامها منذ إطلاقها في عام 2013 وتتوقع الشركة تصدير السجاد لأول مرة في يونيو حزيران لعملاء في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا خالد حسين رايتورز ترجمة نانسي قنقر